وللحديث عن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها العراق ودلالات اقتحام منفذ الشلامشة في البصرة والاتهامات للميليشيات بالوقوف وراءه معنا في الستوديو الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي مرحبا بك دكتور جاسم دكتور جاسم ما جرى في الشلامشة إلى إي مدى ترى أن وراءه دوافع ربما لسيما أن هناك جهات مستفيدة من عودة الاستيراد من إيران إلى العراق نعم بداية أتقدم بالتهنية للأخوة في الرافدين بمناسبة الذكرى السادسة عشر لانطلاق قناة الرافدين التي تعد الصوت الحر لكل عراقيين من عموم الوطن ونأمل لهذه القناة أن تكون ان شاء الله انطلاقتها القادمة في العراق وأن تكون خيمة لكل عراقيين بارك الله فيك بالنسبة لقضية الحادثة في الشلامشة نحن نتحدث عن سيادة داخلية معلوم أن السيادة الداخلية سيطرت الدولة على الحدود من منطقة الحدود إلى أي بقعة في بقاع الوطن والذي جرى هي حقيقة حادثة غريبة كأننا أمام حالة مجاعة في البصرة والعراقيون الذين اقتحموا الشلامشة كأن هناك حالة مجاعة في البصرة وهم حاولوا إدخال الشاحنات من أجل تأمين المواد غذائية للعراقيين معلوم حينما ننظر لحادثة نحن نتحدث عن دولة جارة وهي إيران وإيران لديها إشكالية كبيرة مع العراق في عدة جوانب الجانب الأول هو الجانب الأمني من الممكن إدخال الأسلحة للمجاميع غير رسمية الموجودة في العراق هذا من جانب من جانب آخر وهو الأخطر هو قضية إدخال المخدرات والعراق اليوم كما تعلم من البلدان المصدرة حتى وليس فقط المستهلكة للمخدرات القادمة من أفغانستان وإيران عبر العراق إلى دول الخليج العربي وبالتالي كيف يمكن تفهم هذا الفتح العشوائي للحدود ودخول هذه الشاحنات دون وجود أي حالة تفتيش ورقابة عليها وبالتالي أنا أعتقد أن القضية لم تكن إلا خطة مدبرة بليل أريد من خلالها إدخال مواد غير قانونية من ضمنها ربما المخدرات وربما الأسلحة طيب دكتور توجيه الميليشيات عن صلخها للاحتجاج في منفذ الشلامشة بهذا الشكل وأيضا ضغط النواب لأحزاب مقربة من إيران هل هو تراه من أجل الضغط باتجاه خفض الأسعار هل هذا الشيء هو من أجل المواطن أم من أجل المصالح النائب مكانه الطبيعي هو في مجلس النواب وليس على الحدود والتظاهر مع الجماهير هذا من باب آخر أرادوا عبر هذه الفعالية يعني طبعا هم ضربوا هيبة الدولة بين القوسين على اعتبار أنه لو كانت هناك دولة وهيبة للدولة لما تجرأ هؤلاء على فتح منطقة حدودية بين بلدين وهناك إشكاليات أمنية وقانونية واقتصادية ما بين بلدين كيف يمكن لمثل هؤلاء أن يتجرأوا على هذه الخطوة وبالتالي لو كنت مسؤولا في العراق لأقدمت على تقديم مذكرة إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن هؤلاء النواب ومن ثم تقديمهم إلى المحاكمة على اعتبار أنهم ساهموا في قضية خطيرة ربما تمس الأمن الوطني العراقي هذه القضية لا يمكن تقبلها لا يمكن تبسيرها على أنه نوع من محاولة تقديم أو تسهيل وصول مواد غذائية إلى المواطنين نحن لا نتحدث عن مجاعة في البصرة ولا نتحدث عن حالة فوضى بسبب غلاء الأسعار في الفوضى نعم هناك ارتفاع لأسعار لكنها لم تصل إلى درجة أنه يتوجب أن تقحم المنافذ الحدودية ويتم إدخال الشاحنات دون أخضاء حال التبتش هناك ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية ترى يعني على ذكر مسأل أمن القومي أو الأمن الوطني العراقي لماذا لم تكشف ملفات وتكشف عن من هم الذين قاموا بإحراق المحاصيل الزراعية في العراق علنا لا سيما أن هناك جهات مستفيدة كما ذكرنا من موضوع الاستيراد من إيران مثلا اليوم التبادل التجاري ما بين عراق وإيران ربما يصل إلى 18 مليار دولار وهناك نية لإيصال هذا الرقم إلى 20 مليار دولار وهذا الرقم ليس قليلا في التبادل التجاري ما بين الدول وعليه حينما تحاول إيران أن تدفع بغالبية موادها غير جيدة إلى عراق لا يمكن أن تدخل هذه المواد مع وجود فائض محلي من هنا تأتي الربكة في السوق العراقي ورأينا في السنتين ماضيتين كيف أنه مع موسم الحصاد حدثت عشرات حوادث حريق لمحاصيل حنطة والشعير في العراق وبالتالي تبقى قضية الولاء للخارج هي المسيطرة على الأمن وعلى السياسة وعلى الاقتصاد هؤلاء هم الذين يريدون أن رهن العراق للخارج السوق العراقي من أجل تشجيع إدخال المواد الإيرانية وبالتالي زيادة التبادل التجاري إلى عشرين مليار دولار هنا إلى أي مدى تتحمل السلطات الحكومية في العراق تتحمل تعريض الموضوع الأمن الغذائي الوطني العراقي للخطر وخاصة أنه قبل عمليات حرق المحاصيل الزراعية تم الإعلان أكثر من مرة الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير الحكومة هي كلأب بالنسبة لرب العسرة وبالتالي يفترض برب العسرة أن يوفر الغذاء الكافي والدواء والظروف المعيشية جيدة هنا الإشكالية ما هو دور الحكومة إذا كانت الحكومة عاجزة عن ضبط الحدود وعن ضبط السلاح الموجود بيد القوة غير الرسمية وعاجزة عن ضبط الأسعار وعاجزة عن ضبط المواد المستوردة والمصدرة من العراق ما هو دور الحكومة؟ القضية هي ليست قضية بروتوكولية وظهور المسؤول فلاني والمسؤول فلاني في اجتماعات مع المسؤولين نحن نتحدث عن سلطة اسمها الرسمي السلطة التنفيذية هي التي تنفذ القوانين وهي التي تعمل من أجل توفير الطعام والدواء والأمن للمواطنين حينما تعجز أي حكومة عن توفير الطعام والدواء والأمن للمواطن فأعتقد أن شرعية هذه الحكومة لن تبقى وبالتالي الكثير من العراقيين يؤمنون جدا أن الحكومة غير قادرة على أن تبسط هيبتها بين هلالين في عموم العراق وبالتالي تبقى القوة المالكة للسلاح والمالكة للسلطة خارج إطار السلطة وهم الذين يسميهم دائما بالحكومة الظل أو الميليشيات والأحزاب نعم الميليشيات والقوة المالكة للنفوذ فيها الوزارات هم الذين يسيرون حقيقة الدولة وبالتالي تبقى الحكومة عاجزة عن تطبيق القرارات في ظل ما يجري في العراق من فوضى لسيما موضوع ارتفاع الأسعار الجنوني وخصوصا في شهر رمضان مبارك وحتى ابتدأتها ربما بعد ضرب العملة العراقية وتلاها موضوع الحرب الروسية على أوكرانيا ترى هل تنجح من وجهة نظرك الأحزاب والميليشيات في ركوب موجة الغضب الشعبي نتيجة ارتفاع الأسعار من أجل الحصول أو تحقيق مكاسب سياسية أكثر هم حاولوا عبر تقديم مبلغ 100 ألف دينار عراقي مبلغ أقل قرابة 70 دولار أمريكي تم توزيحها على الموظفين الذين رواتبهم غير مرتفعة وبالتالي ربما حاولوا امتصاص بعض النقمة الشعبية عبر هذا الإجراء لكن أعتقد أنه اليوم الكثير من العراقيين واعون جدا أن الحكومة عاجزة عن ضبط الأسواق عاجزة عن الإمساك بحيتان الفساد الذين يتلاعبون بالأسواق وبالتالي أعتقد أنه على الحكومة إن كانت تريد أن تكون مقبولة من العراقيين عليها أن تضبط الأمن وأن تضبط الاقتصاد معلوم أن الأمن يتلاعب بقوت بأرواح الناس والاقتصاد يتلاعب بقوت الناس حينما تكون هناك فوضى بالأرواح والقوت حينها تبدأ حالة الانهيار لأي مجتمع وعليه أعتقد أن المعيار الرئيسي لنجاح أي حكومة هو في توفير حالتين اثنين الأولى الأمن والثانية الطعام والحالة الثالثة هو الدواء معلوم أن غالبية هذه النقاط التي تحدثنا عنها الأمن والغذاء والدواء أعتقد أن هناك إشكالية كبيرة فيها في العراق اليوم هناك الكثير من العراقيين يبيعون ما يملكون من أجل الذهاب لعلاج في تركيا وفي الهند وغيرها من البلدان مع وجود هذه الموازنات الانفجارية وعليه أعتقد أن المرحلة الماضية أثبتت أن الأحزاب الحاكمة في العراق لم تتمكن من بناء منظومة الدولة وما زلنا حتى اليوم نعيش في حالة لا دولة وهذه بالتالي حقيقة أمر مخجل ونحن نتحدث عن أكثر من عشرين عاما من التغيير الذي حصل بعد الاحتلال في عام 2003 وعليه نقول ما الذي قدمه هؤلاء وهم الذين يمتلكون القدرات المالية والرجال والأسلحة ما الذي قدمه هؤلاء للعراق عليهم أن يعيدوا النظر في كافة هذه الأخطاء من أجل الغد العراقي الذي نأمل أن يكون خاليا من القتل والمجرمين اليوم نحن نعيش في حالة لا دولة وهذه الحالة كما تعلم جنابك حالة غير صحية تؤدي إلى خراب المجتمع وإلى انهيار منظومة الدولة بشكل أو بآخر شكرا لضيفي في الأستوديو دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي شكرا لك شكرا لك